اهلا بكم مشاهدين اينما كنتم نخصص هذه الساعة طبعا للحديث عن مركز اوريانت للتدريب الذي طبعا تم اطلاقه بالتعاون مع لايف بوينت وبحضور عدد من الاعلاميين وصحفيين العرب قبل متابعة التقرير الخاص بهذه التغطية ارحب معي هنا في الستوديو بالسيد اياس عبد العزيز المدير المالي لمجموعة اوريانت الاعلامية اهلا بك استاذ اياس وايضا ارحب من عمان بالاستاذ جواد العمري مدير مكتب اوريانت في عمان اهلا بكم اما الان مشاهدين نتابع هذا التقرير ثم نعود للوقوف على ابرز تفاصيل هذا المركز بهدف سقل المواهب الاعلامية الشابة ورفع مستوى كفاءة الاعلاميين اطلق مركز اوريانت للتدريب دوراته المتخصصة في المجال الاعلامي بشقيه الهندسي والتحريري ويستهدف المركز كل الراغبين بتطوير خبراتهم من طلبة حادثية التخرج ومن وافدين جدد الى سوق العمل الاعلامي وفق احدث المعايير المعتمدة في مجالات الصحافة التلفزيونية والاخراج وسناعة الافلام الوثائقية والتقديم والاعلام الرقمي والتشغيل الفني والتصميم عبر نخبة من الصحفيين والاعلاميين والمهندسين اصحاب الخبرة حاليا في 26 منهاج تمنح شهادات مصدقة من هيئة دبي المعرفة ومستقبلا حب نسعى لتصديقة ايضا بين هيئة الاتحادية الموارد البشرية نحن حاولنا بالمناهج ان نكون شاملين قدر المستطاع يعني ما حبينا نحن ان نشتت هاي المناهج من شان ما نشتت المتدربين بين اكثر من خيار بحيث انه بكل منهاج نعطي كل المهارات وكل المعرفة المطلوبة للمتدرب ضمن المجال والادوات اللي تساعدوا انه يستعملها بكل مجال بالنسبة للمدربين عموما في عنا مدربين اصحاب خبرة طويلة وفي اصحاب خبرة طويلة ايضا حاملي شهادات معتمدة في مجال التدريب يعتبر انشاء هذا المركز فكرة خلاقة من حيث الاهداف والبرامج التدريبية كما يعتبر احدث مراكز التدريب الاعلامية من ناحية البنية التحتية على مستوى الوطن العربي اذ يتميز بمواكبته للتطورات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة كما يسعى المركز الى زيادة عدد المتدربين من خلال التوسع في استهداف السوق المحلي والخارجي مركز اورينت للتدريب افتتح ثلاث مراكز تركيا الامارات والارضن نحن ليه حبينا نفتح مراكز لانه عنا الخبرات اللي هي ايضا تعلم التلميز يكونوا عن جد عم بفوتوا على مجال الاعلام بطريقة كتير بروفاشنال ويكونوا عم بياخدوا خبرة مزبوطة نرجع من قول شو بيميزنا بيميزنا البراكتس اللي حيعملوا المتدربين عنا حيوقفوا وراء الكاميرا حيعملوا بريزنتينج داريكلي بستوديو بالانجينيرين حيوقفوا بالمكانات هيدا بيساعدهم ليخدوا خبرة مش بس عادة على داسكو عم بياخد عم بيسمع لأستاذ اضافة لهذا الشيء اكيد نحن نساعد كل المتدربين وخاصة المتفوقين يلاقوا مجال عمل بالمجال الاعلام حتى نحن أورينت تيليفجيون مستعدين نستقبل المتفوقين عنا بالإدارات بالمجالات اللي هن تعلموا فيها وسبق لمؤسسة أورينت أنخاضت تجربة في مجال التدريب الاعلامي عام 2010 بشراكة فرنسية عبر مركز أورينت إي أس جي ويسعى المركز الجديد لعقد شراكات مع مؤسسات ومدارس إعلامية مختلفة بما يحقق الإضافة المطلوبة فضلا عن توفير الاستشارات الإعلامية للمؤسسات الإعلامية لمساعدتها على تطوير قدراتها وتدريب كوادرها أجدد الترحيب بكم مشاهدين وأيضا أجدد الترحيب بضيفي الكريمين سيد إياس عبد العزيز المدير المالي لمجموعة أورينت الإعلامية والاستاذ جواد العمري مدير مكتب أورينت طبعا من عمان أهلا بكما أستاذ إياس أبدأ معك هدف هذا المركز طبعا الذي يأتي بالتزامن مع الذكرة التاسعة لانطلاق التلفزيون أورينت المركز يهدف إلى صقل المواهب الإعلامية الشابة ورفع كفاءة الإعلاميين مثل ما قلنا المناهج حابتكون شاملة وكمان المناهج حابتكون تعطي كل شيء مفيد للمتدرب في منهاج واحد مكثف الجزء العملي ما يميز هذا المركز أيضا أنه الحيز العملي في التدريب كمان أخذ حيز جيد من الدورات اعتبار أنه هي بتستعمل منشآت الأورينت في التدريب فكان المنهاج يركز على الجزء النظري والجزء العملي أيضا في نفس الوقت طبعا نحن نطمح الآن في خمس مجالات أساسية لكن سوف نقوم بالتوسع في المستقبل في مجالات العلاقات العامة والمهارات الإدارية والتنظيم المؤتمرات كل هذا سيكون في المستقبل طيب البداية من أين ستكون؟ البداية هناك خمس تخصصات رئيسية هي صحافة تلفزيونية بداية التدريب سوف ينطلق من هنا من دبي في دبي لدينا منشآة مجهزة بالكامل مكونة من ثلاث قاعات بالإضافة إلى استوديو ضخم بحوالي بمساحة أربعة آلاف قدم مربع أيضا هناك مجهز بالكامل أيضا هناك منشآة في تركيا في اسطنبول وفي عمان لكن الانطلاقة سوف تكون هنا من دبي من قاعاتنا ومدربينا والمناهج موجودة هنا بالنسبة للاختصاصات تحدثت عن الاختصاصات في هذا المركز تحدثت عن خمس اختصاصات رئيسية حدثنا عنها بالتفصيل الاختصاصات هي مثل ما ذكرنا صحافة تلفزيونية الإعلام الرقمي التشغيل الفني التصميم والمهارات الإعلامية صحافة تلفزيونية هناك التقديم التلفزيوني والإخراج وغيرها وعداد التقارير والتحرير التقديم التلفزيوني سيكون على مستوين المستوى الأول ومستوى الثاني كما ذكرنا قد تكون مدة الدورات طويلة وعمالة أنها تركز على الجانب العملي بالإضافة إلى النظري طيب سنعود أكثر لتفاصيل برامج هذه الدورات ننتقل إلى الأستاذ جواد العمري من عمان أهلا بك أستاذ جواد بداية وصل خير أهلينا أخي وسام أهلا بك أستاذ جواد أهمية وجود وانطلاق هذا المركز مركز تدريب للإعلاميين من المختصين وغير المختصين أيضاً نعم الواقع أهمية مركز التدريب الـ OTC الـ Orient Training Center يأتي لتكملة ما يتعلم الإعلامي في الجامعة وكذلك لتطوير خبرات الإعلاميين الموجودين في الساحة الواقع أنه من خلال طلاعي على كثير من خطط التدريس في الجامعات لاحظت أن الجانب العملي شبه غائب وأن الإعلامي عندما يتخرج من الجامعة لا يمتلك الأدوات التي يمكن أن تؤهله للعمل سواء في غرفة الأخبار أو في الميدان أو في التخصص الذي درسه في الجامعة لأن التركيز في الجامعات غالباً ما يكون على المواد النظرية نحن هنا في الـ OTC أو مركز أوريينت للتدريب الإعلامي سنركز على الجانب العملي لا نكتفي بأن نقول للمتدرب افعل كذا ولا تفعل كذا كيف يتصرف في الميدان ولكن نضعه في التجربة الحقيقية التي نلاحظ من خلالها إن كان قد وصلته المعلومة وإن كان قادر على تطبيقها وتنفيذها وقد استوعبها تماماً أيضاً في مرحلة تقييم تقييم عمله في الميدان نضعه أمام الحقيقة كيف تصرف هو في الميدان وكيف يمكن أن يطور مهاراته وأن يبني عليها وأن يكون إعلامي يمتلك الأدوات التي تؤهل للعمل فعلاً نعم طيب أستاذ جواد بالتالي حضرتك كمدرب أيضاً تحديداً في موضوع التقديم التلفزيوني ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المركز للعالميين ولغير العالميين ممن يرغب بالتوجه نحو الإعلام والصحافة خاصة فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة ومواكبة تقنيات العصر الحديث أيضاً الحقيقة أن هناك الكثير الكثير مما يمكن أن يضيفه فيما يتعلق بالتقديم التلفزيوني على سبيل المثال المذيع غالباً في كثير من وسائل الإعلام هو مؤدي ومقدم يعني يقدم النص الذي يعد له يقدم نشرة الأخبار التي كتبها المحرر يقرأ الأسئلة التي أعدها له منتج البرنامج أو منتج الحلقة أو منتج النشرة نحن لا نريد هذا النوع من المقدمين أو لا نريد هذا النوع من المذيعين المذيع يجب أن يكون يمتلك الأدوات التي تؤهل في الحقيقة في الواقع لأن يكون نجم حقيقي ومعنى النجومية بالنسبة لي المذيع الجيد هو المحاور الجيد نعم ليس شرطاً أن يكون قد درس الإعلام ولكن يمكن أن يكون لديه الموهبة والكارزمة والاستعداد الشخصي هذا الاستعداد غير كافي يجب أن يمتلك الأدوات كيف يدير الحوار هذه مسألة قيادة الحوار تختلف عن إدارة الحوار كيف يستعد لتقديم برنامج كيف يحاور الضيف من هم الضيوف الذين يحاورهم كيف يتعامل معهم كيف يقاطعهم هذه الأدوات والمهارات الحقيقة أنها مكملة حتى للأشخاص الذين يعتقدون أنهم وصلوا إلى قمة السلم ما زالوا بحاجة إلى تدريب فنحن في هذا الإطار قسمنا التدريب إلى قسمين هناك مبتدئ يود أن يتعلم المهارات الأولية اللازمة للمذيع فيما يتعلق بالتقديم التلفزيوني وهناك أيضاً المذيع التلفزيوني الذي عمل في القنوات أو في برامج ويريد أن يطور مهاراته ويمتلك مهارات جديدة وأن يكون مختلفاً في أدائه وتقديمه نحن نساعد على الوصول إلى مرحلة متقدمة في الإنتاج التلفزيوني وفي إدارة الحوار وفي النقاشات وفي أن يكون فعلاً مذيع مميز نعم سيد جواد أخليك معنا رحب بالصحفي صالح العبدالله ينضم إلينا مباشرة من غازعين تاب أهلا بك صالح برأيك إلى ماذا يفتقد الآن الصحفي في هذه المرحلة هل يكتفي الصحفي بما لديه أم هو فعلاً بحاجة إلى التعلم على أسليب جديدة في الصحافة إلى تحديداً فيما يتعلق بالعلام الجديد لربما إضافة للعلام المرئي والعلام المقروء والمسموع نعم بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد بعض الوقت لأبين وجهة النظر في البداية يعني خلال سنوات الثورة ظهر لدينا نوعين من الصحفيين الذين ينقلون الأحداث أو مهتمين بالشأن السوري نستطيع أن نقسمهم من السوريين طبعاً نستطيع أن نقسمهم إلى خسمين هم الصحفيون والمواطن الصحفي وكلهما اكتسب خبرة من خلال الممارسة العملية لكن هذه الخبرات التي اكتسبوها إما أن يكونوا اكتسبوها من خلال الاستقراء الذاتي أو من خلال دورات بسيطة أو من خلال التحاقهم بمراكز تدريب لكن معظم أو نستطيع أن نقول السواد الأعظم من الصحفيين أو العاملين في المجال الصحفي في السوري على وجه الخصوص لم يستطيعوا الحصول على تلك الدورات اليوم ولادة مركز للتدريب هو حاجة ملحة لأن الإعلام هو فن وإبداع فن وإبداع في تداول المعلومة وتداول الخبر أو البرامج الصحفية لكن هذا الإبداع يحتاج دائماً إلى تنمية الصحفيين الذين امتلكوا خبرة يجب أن تسقل مواهبهم بشكل مستمر حتى يصلوا إلى مراتب عالية وكذلك المواطن الصحفي ونلاحظ أنهم في الحقيقة إلى حد ما نستطيع أن نقول أنهم نجحوا في نقل الإعلام نقل الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا من خلال إنتاجهم لتقارير مهمة اعتمدت عليها المنظمات الدولية أيضاً من خلال إنتاجهم لأفلام وثائقية رشحت لجائزة الأسكار لكن ضرورة التدريب والتأهيل المهني ضرورة ملحة واليوم لا يوجد أي مركز تدريب سوري يقوم بهذه المهمة ولادة مركز تدريب في هذا الوقت بالذات نقطة مهمة وتحول في الإعلام السوري حيث أن من لديه خبرة يحتاج إلى سقل خبرته ومن يريد الدخول في الإعلام السوري يحتاج إلى أيضاً ومن يريد الدخول إلى مجال الإعلام لأن الإعلام السوري يجب عليه أن يكون متجدداً كي يستطيع الدفاع عن القضايا الإنسانية للشعب السوري يجب أن يكون هناك مراكز تدريب فالمتدرب يعني مثلاً أنا وغيري من الصحفيين عندما بدأوا كانت أعمارهم صغيرة جداً صغيرة مقارنة بالمهام التي أوكلت إليهم اعتمدوا على مبدأ الاستقراء والاستنتاج كيف يكون أعداد التقرير وأعداد التقارير التلفزيونية المكتوبة والمرئية وغير ذلك لو كان هناك مركز تدريب قام بهذه المهمة لاختصروا الوقت فبدل أن يصل المتدرب إلى الأكاديمية بسنة واحدة يحتاج بنفسه ربما لسنوات كثيرة مركز التدريب يختصر الوقت ويختصر الكثير من الخطوات نعم نعم طيب دعني أعود إلى سيد إياس معنا هنا في الستوديو يعني تحدث ضيفي الصحفي صالح عن احتياجات معينة بالتالي شو هي التسهيلات اللي ممكن يقدمها المركز لتغطية الاحتياجات اللي الصحفيين المتخصصين هم بحاجة إلها وأيضا غير المتخصصين ممن يحب هذا المجال مجال الإعلام والصحافة نعم لحقيقة المركز مزود بكل تجهيزات اللازمة للإعلاميين بكل اختصاص أو كل منهاج نحن درسنا الاحتياجات اللازمة بكل منهاج ونستطيع تأمينها من خلال مؤسسة أوريانت أو من خلال تجهيزات متخصصة موجودة ضمن المركز مخصصة للمتدربين بالإضافة لوجود الاستوديوهات الكاملة مجهزة بكل شيء من الكاميرات والجاليري وكل شيء يحتاج المتدرب ليستعملوها كوسائل وأدوات لمشاريع التخرج اللازمة وللكورسات العملي اللي رح تكون ضمن هذه الدورات طيب إيمت رح تبلش الدورات بالتحديد وشو الميزات اللي رح يحصل عليها أي متدرب يتقدم إلى مركز أوريانت لتعلم واستسقاء الخبرات من هذا المركز هلأ الدورات تبدأ بشهر مارس الآن في عنا طبعا جدول للدورات محدد بالإضافة إلى المتدربين محددين المفروزين قلينا نقول على الدورات الموجود على موقع أوريانت للتدريب أوتي سي مواعيد هذه الدورات بالنسبة للشهادات التي تمنحها الدورات هي شهادات مصدقة من هيئة دبي للمعرفة سنقوم بتصديقة مستقبلا أيضا من الهيئة الاتحادية الموارد بشري ومأهلات العلمية الشهادة طبعا مرتبطة بمشروع تخرج يجب المتدرب عليه أن ينهي مشروع تخرج لينال هذه الشهادة خلينا نتقل بهذه النقطة بالتحديد للأستاذ جواد العمري معنا من عمان أستاذ جواد أهمية وجود مشاريع للتخرج من أي دورة في أي اختصاص بمركز أوريانت للتدريب حدثنا عن هذه الأهمية لهذه المشاريع وبالتالي هل هي مشاريع صعبة أيضا أم هي سهلة كل حسب اختصاصه سأحدثك عن هذه المشاريع لكن أولا دعني أعاقب على ما تفضل به الزميل صالح من غازي عنتاب ربما يسائل فهم بأن هذا المركز هو للسوريين الواقع أن هذا مركز إقليمي وله امتدادات له مكتب أو مقر في عمان ومقر في اسطنبول ومقر في مدينة دبي في الإمارة العربية المتحدة وهو يخدم كل قطاعات الإعلام ومخصص لتدريب كل صحفيين العرب وليس مقتصر على السوريين فقط للتوضيح وما تفضل به أيضا أخي الأستاذ إياس بأن المناهج تعطى في نهاية أو في نهاية كل دورة هناك شهادة وشهادة مصدقة الواقع أهمية الشهادة ليس في تصديقها ولا في قيمتها المكتوبة على الورق ولا في إرفاقها في السيرة الذاتية أهمية هذه الشهادة بأنه يكتسب مهارات مهارات عملية حرفية تؤهل للعمل في سوق الإعلام وأن يكون الأدوات التي يعمل بها مألوفة بالنسبة له وهذا ما تفضلت بالسؤال عنه بأن التمارين العملية أو مشاريع التخرج هي الواقع أن اختبار لمهارات الشخص التي اكتسبها خلال الدورة وتصويبها وأن يكون جاهز وقادر على ممارسة عمله بالأدوات الموجودة في السوق وليس مسلح بمعلومات نظرية بحيث أنه عندما يذهب كأن تعلم شخص السباحة نظري ثم تلقه في المحيط فلا يمكن أن يتذكر هذه المعلومات إذا لم يختبرها مسبقا ويكون المدرب إلى جانبه نحن في أوتي سي أو في مركز أورينت للتدريب نمتلك الأدوات التي يعمل بها الصحفي في الواقع وندرب عليها ويكون في بيئة عملية قريبة إلى مطابقة حتى للواقع الذي سيعمل به فهو يتسلح بالخبرة والكفاءة التي يمكن أن تكون هي فاتحة الأوباب له للعمل في القنوات سواء في إعداد البرامج أو في المجال الفني أو في المجال الأخبار أو في أي مجال آخر من الاختصاصات الموجودة في مركز التدريب وهذا هو الواقع ما يفرق عن باقي مراكز التدريب التي أنشئت على أسس أكاديمية نظرية تماما كما أنشئت الجامعات طيب أستاذ جواد في نقطة مراكز التدريب دائما ما توصف بأنها تقليدية بعض المراكز وبالتالي تجارة ربحية بعض المراكز تمتهن هذه المراكز أو هذه الدورات للحصول على المال ربما هناك من يصفها بأنها تقليدية كما قلت بالتالي هل هناك شيء بعيد عن التقليدية قولا واحدا الواقع أخي وسامي أنا عندما تحدثت قبل سبوع مع أخي إياس حول الرسوم أو بعث هذه الواقع أنني تفاجأت لأنها ما لاحظته أنها لا تعتمد على جني الأرباح بمقدار ما تعتمد على تغطية النفقات الرسوم قليلة مقارنة بمراكز أقل جودة وتعتمد على مبدأ الربح وأيضا تحاول أن يكون لها اسم من خلال الإعلانات والدعايات والتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلان والدعاية أكثر مما القيمة التي يحققها فعلا للمتدرب والتي يمكن أن تكون ذات فائدة في مسيرته المهنية طيب سيد إياس عنده تعليق على نفس الفكرة يعني باختصار سيد إياس لو سمحت مش هان الوقت بس مش أكثر من هيك وأيضا لو تحكي لنا عن الأسعار للدورات يعني مش بالتحديد أرقام يعني الأسعار سؤال جيد ورح تكون في فروقات بين دبي إسطنبول عمان حتى من ناحية الأسعار بالتأكيد في فروقات بالأسعار وفي خصومات في البداية ستكون مقدمة للمجموعات وحب الرعي كمان ظروف إذا كان طالب للدارسين أيضا هناك أسعار خاصة للعاملين في مجال الإعلام في المناطق التوتر الشديد أو في داخل السوري أيضا سوف يكون هناك دعم أيضا فيه برامج لكن لما نحن حطينا الأسعار أو الدورات تعمدنا باقي المراكز تقوم بتشتيت أو بتجزئة الدورات إلى دورات صغيرة أو المناهج الدورات الصغيرة بحيث دائما يشعر الخريج من أي دورة أنه بحاجة تسجيل بدورة أخرى لحتى يستكمل تعليمه فبالتالي هذا أسلوب تجاري يهدف إلى سحب أو جني أكبر مبلغ ممكن من المتدرب لحتى ياخد دورة شاملة إذا منلاحظنا نحن عنا 26 منهاج ضمن خمس مجالات المناهج هي تعمدنا أن تكون شاملة قدر الإمكان ضمن الرسوم معقولة أو قد تكون منافسة لباقي المراكز لكنها شاملة ليست مجزئة وليست مقطعة إلى محاور صغيرة وبأسعار مختلفة طبعا كما ذكرت أنه في مراكزنا بتركيا في إلى خصومات وفي إلى أسعار خاصة أيضا لعمان وبالنسبة للطلاب أيضا والمجموعات بدي تشكرك كثير على وجودك معنا سيد ياسعد العزيز مدير المالي لمجموعة أوريانت العالمية أيضا شكر موصول لأستاذ جواد العمري مدير مكتب أوريانت كان معنا مباشرة من عمان شكرا لك أستاذ جواد وأيضا شكر موصول للصحفي صالح عبدالله كان معنا من غازي أنتاب مباشرة من مشاهدنا سنذهب إلى فاصل قصير من بعده معنا ضيوف جدد للتحدث أكثر عن تفاصيل هذا المركز عن تقنيات هذا المركز والمدربين بهذا المركز بعد الفاصل نلتقي يأخذ الكلمة والصوت والصورة إلى المدى الأقصى إلى الأثر الأقصى مركز أوريانت للتدريب يقدم لكم دورات متكاملة في التحرير الصحفي التقديم الإذاعي والتلفزيوني التصوير والإخراج التلفزيوني التواصل الاجتماعي تأسيس وتشغيل منظومة البث التلفزيوني والإذاعي وإدارة المؤسسات الأعلامية مركز أوريانت للتدريب يفتح لك أبواب التخصص للوصول إلى مهنة المستقبل أهلاً فيكم مشاهدينا مرة جديدة نتابع معكم طبعاً هذه التغطية لإطلاق مركز أوريانت للتدريب طبعاً سنتابع تقرير من جديد ثم سنعود لضيوف بهدف سقل المواهب الإعلامية الشابة ورفع مستوى كفاءة الإعلاميين أطلق مركز أوريانت للتدريب دوراته المتخصصة في المجال الإعلامي بشقيه الهندسي والتحريري ويستهدف المركز كل الراغبين بتطوير خبراتهم من طلبة حادثية التخرج ومن وافدين جدد إلى سوق العمل الإعلامي وفق أحدث المعايير المعتمدة في مجالات الصحافة التلفزيونية والإخراج وسناعة الأفلام الوثائقية والتقديم والإعلام الرقمي والتشغيل الفني والتصميم عبر نخبة من الصحفيين والإعلاميين والمهندسين أصحاب الخبرة حاليا في 26 منهاج تمنح شهادات مصدقة من هيئة دبي المعرفة ومستقبلا حب نسعى لتصديقة أيضا بين هيئة الاتحادية الموارد البشرية نحن حاولنا بالمناهج أن نكون شاملين قدر المستطاع يعني ما حبينا نحن أن نشتت هذه المناهج من شان ما نشتت المتدربين بين أكثر من خيار بحيث أنه بكل منهاج نعطي كل المهارات وكل المعرفة المطلوبة للمتدرب ضمن المجال والأدوات التي تساعدوا أن يستعملها بكل مجال بالنسبة للمدربين عموما في عنا مدربين أصحاب خبرة طويلة وفي أصحاب خبرة طويلة أيضا حاملية شهادات معتمدة في مجال التدريب يعتبر إنشاء هذا المركز فكرة خلاقة من حيث الأهداف والبرامج التدريبية كما يعتبر أحدث مراكز التدريب الإعلامية من ناحية البنية التحتية على مستوى الوطن العربي إذ يتميز بمواكبته للتطورات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة كما يسعى المركز إلى زيادة عدد المتدربين من خلال التوسع في استهداف السوق المحلي والخارجي مركز أورينت للتدريب افتتح ثلاث مراكز تركيا، الإمارات والأردن نحن لماذا حبينا نفتح مراكز؟ لأنه لدينا خبرات التي تتعلم التلميز يكونوا عن جد يفوتوا على مجال الإعلام بطريقة كثير مراكزية ويكونوا يأخذوا خبرة مضبوطة نرجع من قول ما يميزنا؟ يميزنا الراحة التي يعملون المتدربين لنا سيقفوا وراء الكاميرا سيقفوا بريزنتينج دائريك باستوديو بالإنجينييرين سيقفوا بالمكانات هذا يساعدهم لأخذوا خبرة ليس فقط على داسك ويسمع الأستاذ إضافة لهذا الشيء أكيد سنساعد كل المتدربين خاصة المتفوقين يلاقوا مجال عمل بالمجال الإعلام حتى نحن أورينت تيليفجيون مستعدين نستقبل المتفوقين عنا بالإدارات بالمجالات التي تتعلمون فيها وسبق لمؤسسة أورينت أن خاضت تجربة في مجال التدريب الإعلامي عام 2010 بشراكة فرنسية عبر مركز أورينت ESG ويسعى المركز الجديد لعقد شراكات مع مؤسسات ومدارس إعلامية مختلفة بما يحقق الإضافة المطلوبة فضلاً عن توفير الاستشارات الإعلامية للمؤسسات الإعلامية لمساعدتها على تطوير قدراتها وتدريب كوادرها برحب فيكم مشاهدينا من جديد وبرحب أيضاً بضيوفي في هذا الجزء أيضاً من هذه التغطية الأستاذ محمد منصور مدير البرامج في تلفزيون أورينت أيضاً سيد زيد مستو المدير التنفيذي لمعهد مصداقية الصحافة من واشنطن أهلاً بك وأيضاً صحفية رانا نجار من بيروت أهلاً بك أيضاً رانا أستاذ محمد بدي بلش معك بالتحديد الجزء الأول طبعاً الصحفي صالح العبدالله تحدث عن أهمية هذا المركز بالنسبة للسوريين طبعاً هو غير مخصص للسوريين فقط هو مخصص للجميع بلا استثناء بالتالي ما الذي يمكن أن يضيفه هذا المركز للسوريا والسوريين بالتحديد الحقيقة أن الواقع الإعلامي بسوريا كان واقع مرير حتى ما قبل انطلاق السورة السورية نحن نعرف تماماً أن مهنة الصحافة في سوريا ليست مهنة المتاعب كانت مهنة المخاطر مهنة الانتحار مهنة أنه أنت يا بتصير مصفق ومطبل يا مصيرك السجن أو النفي أو الاعتقال فعملياً ضمن هذا الواقع كانت مهنة الإعلام هي مهنة خطرة جداً يعني مثل اللاعب على الحبال مثل اللي بيمسلوا دوبلير الأدوار الخطرة في الأفلام والحقيقة نحن كنا حتى كانت عملية تدريس الإعلام هي عملية مسيطرة عليها سياسياً أنه أنت في معايير معينة لمن يدخل كليات الإعلام أو الصحافة طبعاً هذا لا يعني أنه كل من دخل وهن كانوا مدجنين ولكن كانت الأفضلية للمدجن الأفضلية لمن سيصفق لإنجازات الحكومة الأفضلية لمن يعتبر أنه ليس هناك فرق بين حكومة ونظام ورئيس أنه هي بالنهاية في كتلة وحدة يجب أن تصفق لكل إنجازاتها وأن تغض الطرف عن كل عيوبها والصحفي كان هو شخص أشبه برجل علاقات عامة معظم الصحفيين المهمين إما كتبوا في صحافة عربية أو خرجوا خارج سوريا الحقيقة مثل ما كان تلفزيون الأوريانت هو نقلة في نقل صورة المشارع السوري والمواطن السوري أيضا المركز هو يحاول يعالج الآثار التي ترتبت في سوريا على هذه السيطرة على الإعلام فبالتالي نحن في المركز أوريانت للتدريب لن يكون هناك حضور للأيديولوجيا لن يكون هناك حضور لفكرة أنه أنت يجب أن تكون يعني أن ترى الأشياء البراقة وأن تكون مروج إعلامي التركيز الأساسي هو أنه هدول الشباب الناشطين اللي دخلوا بحالة الحرب بحالة أنه شافوا في تعتيم شديد على مصادر الأخبار والمؤسسات المحترفة فقاموا بدور الحقيقة إنقاذي ودور انتحاري هدول يحتاجون لأن يروا تجربة عملية وأيضا التفاعل العربي يعني أوريانت صوت مميز بالفضاء العربي وبتصور سيفيد المتدربين العرب طيب سنكمل الحديث في جزء آخر وهو جزء من اختصاصك في التدريب تحديدا بهذا المركز دعني أنتقل إلى بيروت والصحفية رانا نجار أهلا بك رانا معنا يعني لبنان بشكل عام هو رائد في مجال العلام منذ القديم بغض النظر عن الفترة الأخيرة وهو التضييق الذي يجري على العالميين والصحفيين في لبنان بشكل عام الآن ما هي الاحتياجات الحقيقية برأيك؟ يعني اليوم نشاهد هناك أناس تخرج تصبح في هذا الحقل الحقل الإعلامي لكن هل هي متكاملة؟ هل لديها الخبرة الكافية للخوض في هذا المجال؟ هل الشكل يكفي؟ يعني تساؤلات كثيرة بالتالي الاحتياجات تحديدا برأيك أول شيء مساء الخير وأنا بحني يكون على هذا المركز وإن شاء الله يكون بادية منيحة للإعلام لأنه نحن مثل ما بتعرف هلأ بالعالم العربي كل شيء عندنا مراحل فيها فوضى كل المناطق اللي فيها كان ثورات أو ما كان فيها ثورات كلنا عم نعيش مراحل انتقالية وخصوصا الإعلام لأنه نحن مش معوضين كنا بكل الدول العربية حتى في لبنان الجزء الحرية هو جزء بسيط وليس مطلق فنحن كنا عم نعيش فوضى إذا بدك خاصة بالبلدان اللي كانت معروفة عندها أنظمة بعثية وأنظمة ديكتاتورية بكل البلدان العربية تقريبا فكان فيه نوع من فوضى بالإعلام ومثل أنه نحن شفنا شيء ما كنا بحياتنا نشوفه يعني ما بحياتها كنت شفت سواء واحد بسوريا عم يقدر ينتقد النظام أو الحكومة أو بشر الأسد أو النواب أو الوزراء فنحن قدرنا نوصل هالشيء بوجود وسائل جديدة اللي منها السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك ولكن بنفس الوقت كان فيه إعلام تقليدي عم يتراجع لهو الصحف والتليفزيونات إذا بدك نحن بحاجة كنا بالعالم العربي للمصدقية أولا ولعدم التضليل ثانيا وكنا بحاجة لخبر يقين وليس خبر بتفبركه أنظمة المخابرات بأي بلد كان فنحن اليوم بحاجة أولا لنرتب أوراقنا بالإعلام لأنه مثل ما بتعرف اليوم الإعلام كتير فوضوي وكل مؤسسة بتقدر تحكي أي خبر بديه من دون أي معايير يعني كلنا بنعرف أنه فيه خبر بدنا نقول مصدره من وين عن شو بيحكي هل في قتيل أو لا؟ فيه صورة تبين هالشيء وإنما نحن اليوم التليفزيون السوري الرسمي مثلا بيقلك خبر بيناقضوا تليفزيون تاني أو تليفزيون معين ما بدي أقول أسماء حتى ما نقع بمشاكل قانونية ولكن صراحة الإعلام اليوم العربي كلهم يغني على ليلة إذا بيتخانقوا دولتين لأي خبر صغير بتقوم بتصير هيدا الدولة بتشهر بالتانية بكل أنظمتها بشعبة بنساءة بأولادة ولا في من يحاكم طبعا أنا مع الحرية المطلقة بالإعلام والثقافة لأنه نحن بلا حرية ما منقدر نعبر والتعبير عن الرأي بلا حرية ما له إيمة وطبعا ما حفظ حقوقنا ولكن نحن اليوم بحاجة لحقيقة ونحن بحاجة لطقيق بالمعلومات وبحاجة لمصداقية أنه يكون هناك دورات في دورات أخلاقيات العمل الصحفي أو فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي هل هذا ما تودين إيصالة؟ أخلاقيات عمل الصحفي أولا نعم بأي بأي يعني نحن اليوم الجرائد عم بتموت الصحف عم إذا بدك عم ترجع يعني عم بتكون مش هي الأولوية ونفس الشي التلفزيونات ولكن عم بيكون بنفس الوقت فيه إعلام على الإنترنت ويبسايتات يعني حدس ولا حرج ما فيه أوقات فيه ويبسايتات بتسرق عن ويبسايتات تانية تسرق عن التلفزيونات يعني هيدا المهن اليوم مش بس بحاجة عن إذنك مش بس بحاجة لمعايير أخلاقية ولكن كمان والمصدقية ولكن كمان بحاجة للتنظيم يعني لازم يكون فيه ناس بتحاسب على سرقة المواد من وسائل إعلامية تانية ولازم يكون فيه ناس بتحاسب إذا نشر خبر يضل للناس ويخلون يروحوا على أماكن أخرى نعم طيب خلينا نتقل لضيفي من واشنطن زيد مستوى المدير التنفيذي لمعهد مصداقية الصحافة أهلا بك سيد زيد اليوم كمدير التنفيذي لمعهد مصداقية الصحافة فيما يتعلق بالجزئية التي ذكرتها رنى ضيفتي من بيروت أخلاقيات المهنة أخلاقيات الصحافة والأخلاقيات الإعلامية هل يمكن أن تكون هناك دورات تدريبية خاصة فيما يتعلق بهذا الجزء؟ أو يمكن أن تتضمن داخل الإختصاصات؟ وبالتالي أعطاء دورة متكاملة فيما يتعلق بالعمل الصحفي ككل وأخلاقيات العمل الصحفي؟ وما أهمية ذلك برأيك؟ أهلا فيك وبجروفك الكرام ومشاهدينك هل نكون على الخطوة لأنه أعتبرها خطوة مهمة في هذا الوقت تحديدا أولا بالمظلة العامة التي هي الربيع العربي وتانيا بالوضع الذي تعيشها سوريا طبعا مثل ما حقوا ضيوفك كثير مهمة في هذه الفترة التي يحدث أننا سوريا أعطيك على سبيل المثال وربما تنطبق بشكل نسبي من دولة لأخرى ما كان فيها صحافية من لما أجل حزب البعث وقانون طوارئ والتغط فيها وسائل الإعلام فنحن من هذه الفترة إلى أن نشأت الثورة ما كان في عندنا وسائل الإعلام أستاذ محمد منصور سماها مهمة المستحيلات ما كان فيه صحفي قادر يشتغل تحقيق أو يشتغل صحافة استقصائية أو يشتغل خبر أو يشتغل تحليل جوى سوريا إلا إذا كان يمشي باتجاه معين فنحن نحن نحن حالة انفتاح تكنولوجي انفتاح أديولوجي انفتاح معلوماتي فهذه الفرصة فعلا للصحفيين العرب يساهموا بتغيير الإيجابي في نهضة الشعوب ونهضة الدول سيد زيد تقصد أن يكون هناك تنوع في المحتوى المقدم في دورات التدريبية نعم وهذه اللي يحكي عنه في عندنا اتجاهين في عندنا بالإعلام ونحكي في عندنا الاتجاه للتكنولوجي مع ثورة تكنولوجي اللي نرى كل يوم في عندنا شيء جديد بالإعلام لاحظنا خلال خمس أو ست سنوات أو خلال عشر سنوات الأخيرة يمكن كيف تحول الإعلام مثل ما حكيت ضيفتك من لبنان كيف تحول بشكل جزري عم تخف الصحف عم تخف وسائل الإعلام التقليدية وعم نشهد اتجاه آخر من الصحفي فنحن لدينا كل يوم شيء جديد بما يخص الإعلام فضروري جدا يكون التدريب مواكب لهذه التكنولوجيا ومواكب لما يشهد الإعلام من تحول الجانب الآخر واللي هو مهم فيما يخص يعني العالم العربي بهذا الوقت اللي هو عميشها التغييرات نحن عم نعيش فترة صراعات هذا مخاض إذا ما حولناه بشكل إيجابي ممكن يتحول لدمار والخراب والإعلام دوره كتير مهم بهذا الاتجاه كيف بالتركيز مو بس على عامل التكنولوجي بس كمان على العامل الأخلاقي عم نشوف حاليا بالإعلام كيف عم ينتشر موضوع الأخبار الكاذبة كيف عم يتم كمان يعني بشبب وجود يعني السوشال ميديا كيف عم ينتشر أخبار غير صحيحة وعم تتندى ولا وسائل الإعلام كمان موجود عامل الأخلاقيات أخلاقيات المهنة كمان شيء ضروري جدا موضوع قانون الإعلام نحن مثلا عم يصير موضوع الصرقة وموضوع ما في لها الحقوق ملكية بما يخص الإعلام فكل هذه المواضيع برأيي مهمة جدا ويجب تسليط عليها أعود إلى ضيفي في الستوديو الأستاذ محمد منصور ضيفي من واشنطن تحدث عن أو ركز أكثر على الجانب التكنولوجي التقنيات الجديدة حضرتك كمدرب على إعداد وإنتاج الأفلام الوثائقية في هذا المركز ما أهمية وجود أفلام وثائقية في الوطن العربي تروي قصص توثق قصص هذا من جهة من جهة أخرى ما الذي سيقدمه المركز في هذا المجال بالتحديد صناعة الأفلام الوثائقية يعني الحقيقة صناعة الأفلام الوثائقية رغم أنها تصنف على أنها فن يعني السينمائيين الأوائل الذين قدموا النمازج الأولى للفيلم الوسائقي قبل حوالي مئة عام في عشرينيات القرن العشرين أتوا من السينما واعتبروا سينمائيين ولكن الحقيقة الواقع القائم الآن يعني منذ النصف الثاني من القرن العشرين أصبح الصحفيين يعني مخرجي الأفلام الوثائقية أو منتجي الأفلام الوثائقية يأتوا من الصحافة لأنه انتقل انتقل التقنيات البحث الصحفي والبحث العلمي على أيدي هؤلاء لصناعة المادة الفيلمية وبالتالي الفيلم الوسائقي الآن هو بمقدار ما هو فن بمقدار ما هو عمل صحفي من شان هيك أنا بدي أرجع أربط بالحكاء السيد زيد والسيدة رنا عن قصة أخلاقيات الصحافة الحقيقة اليوم بالساحة الإعلامية أي شخص يستطيع أن يستخدم تكنولوجيا إنتاج الأخبار أو كتابة المحتوى ينظر إليه على أنه هو شخص محترف دون النظر إلى قدرته على محاكمة المحتوى على معرفة القواعد النظرية على البعد الأخلاقي في هذه المهنة اللي هو أكبر من قانون يعني أنا برأيي هذا البعد الأخلاقي لا يحدده قانون الأعلام يحدده إحساسك بشرفك الشخصي أنه أنت وعم تكتب هذا الخبر هل أنت تكذب على الآخرين أم أنت تتحرص صدق حتى ولو أخطأت ولم تصل إلى الحقيقة بينك وبين ذاتك هذا الشيء نفسه بينطبق على الفيلم الوسائقي فالحقيقة أنا الشيء اللي نحن عم نركز عليه بدورة صناعة الأفلام الوسائقية هو ليس فقط شرح التقنيات يعني كيف يكتب السيناريو الوسائقي وكيف تكتب المعالجة وزوايا الإخراج هذا أمر يسهل تعلمه ويسهل تعلمه نظريا وعمليا ولكن ربط هذا الشيء بإحساسك بالمسؤولية الأخلاقية هذه نقطة كثير من ركز عليها بالمنهاج الشيء الآخر نقطة مهمة ويسام نعم تحريض التفكير النقدي يعني أحيانا أنت تذهب لتصنع فيلم فتقع ضحية خديعة ليس لأنك سازج ولكن لأنك أنت تصدق ما يقوله الآخرين تحريض التفكير النقدي عند الشباب اللي بعصر السوشال ميديا صار عنده صفحة وصار عنده منبر وصار عنده متابعين بالآلاف وصار في يقول اللي بده يا هذا الشيء الحقيقة لغى فكرة أنه أنا ممكن راجع نفسي أنه أنا ممكن أنت قلت لي هذا الشيء حطه بميزان العقل المنطق الاختبار القياس كل هاي الأشياء الحقيقة غائبة في العمل اللي عم بيصير فنحن عم نركز على الروح المتكاملة لصناعة الفيلم عند أديش فيك تعطي مفتيح ثقافية ونقدية لصانع الفيلم منتج الفيلم إضافة إلى الأمور التقنية بالتالي ليس كل فيلم وثائقي يتم إنتاجه هو وثائقي بالمعنى الصحيح للكلمة أو بما تحمله الكلمة من معنى دعني أنتقل إلى صحفي أحمد عاصي ينضم إلينا من غازي عينتاب ألهم بك أحمد حضرتك كنت بالداخل السوري شو أكتر شيء كنتوا تحتاجوا بالفعل بالعمل الميداني بحاجة لأنكم تتدربوا عليه فعليا أهلا وسهلا الله يسعي مساءكم مساء ضيوفك الكيران أهلا بي نعم الحقيقة نحن دعنا بداية نتحدث عن خطوات كانت مهمة جدا في خط سير الأعلام السوري على حد القضية الآن بدأت في كونه أن الحديث يتطرق إلى واقع الإعلام السوري خلينا نقول إن صحية التسمية أو صحية التعبير القضية أنه كان الإعلام بفترة سابقة اللي هي فترة قبل الثورة الواقع السوري تقريبا معروف فيما يتعلق بما يجرع الأرض السورية دعني أركز على احتياجات الصحفيين الناشطين في الداخل السوري شو أكثر شيء ممكن يحبوا أنه يتعلموا يتدربوا عليه وهو كان نقصهم يعني الحقيقة هو أنا كنت أريد أن أصل إلى هذه النقطة لأمر ضروري لأنه حقيقة يعني العملية الهيمنة التي كانت سابقة التي سبقت الثورة على الإعلام من قبل النظام أدت إلى حالي من يعني خلينا نقول الحرية المفرطة لدى الناس اللي عاملين في المجال الصحفي فأصبح لدينا عدد هائل من الناس الذين يعملون في هذا المجال وبالتالي فإن الحاجة لأشياء كثيرة بدأت واضحة في الساحة الإعلامية في المنطقة وأهم هذه الأشياء إضافة إلى المعدات والأدوات الصحيحة كان لدينا أهمي وحاجي ماسي جدا لقضية التدريب لأنه نحن كما نعلم أنه ليس من الممكن أن تصنع صحفي أنت من خلال دورة أو من خلال مثلا تدريب لا يزيد عن مدك يومين أو ثلاثة أيام قضية الصحفي بحاجة إلى عملية تجريب وخبرة وممارسة بشكل طويل طبعا وبالتالي كانت الصحفيين العاملين في المناطق المحررة بالتحديد خلينا نقول كانوا بأمس الحاجة لأن يكون لديهم صحفيين مؤهلين ومدربين بشكل كامل ويستطيعوا أن يقدموا لهم من خلال خبرتهم وتجربتهم دورات بكافة المجالات ولا سيما فيما يتعلق بقضية نقل الأخبار بطريقة صحيحة والنقطة التي أشار إليها قبل قليل الأستاذ محمد هي قضية أن نصل إلى مرحلة بهؤلاء الصحفيين العاملين إلى قضية التفكير الناخد بحيث أن نحن نستطيع أن نحصل على أخبار تكون دقيقة وتكون صحيحة وتكون متوافقة مع الواقع فإذا كانت عندنا النقطة الأولى والاحتياج الأهم هو عملية التدريب طبعا عملية التدريب هذه أدت بأن الصحفيين والعملين عذرني انتهى وقتي سأنتقل بكلمة أخيرة لصحفية رانا النجار طبعا ضيفتي من بيروت شاهدتك تدونين بعض الملاحظات تفضلي نعم بعجالة لو سمحت أولا أنا بس كنت حب يقول أن الصحافة هي مهنة كتير متعبة ومثل ما كان يقول ضيفك بالستوديو أنا كتير كتير بقدر الكلام اللي عم بيقوله لأنه أنا اشتغلت بالصحافة المكتوبة والتليفزيون والوثائقيات والوثائق اليوم هو الدور الكبير لإله خصوصا بمنطقتنا وخصوصا بسوريا والصحافة هو ما يفكر أنه رايح يتعلم الصحيفة ليست مهنة وليست شي بيتعلموا بالجامعة وبيخلص بعد أربع سنين الصحافة كل يوم بيتعلم والصحافة هي حياة يعني أنت إذا كنت صحافة وانت ورايحة بيتك لقيت انفجار بدك تنزل وتشتغله حتى لو ما كنت أنت بتشتغل بالصفحة السقفية السياسية فكنت بدي أقول هيدا الشي مهنة وكنت كمان بدي أقول شغلة أنه الثورة السورية غيرت كتير بأول الثورة السورية عملت مقابلة مع الوزير السقف السابق والأكاديمي المهم وخبير بالقم المتحدة غسان سلامي قال لي ما بقدر أبدا أنسي قال لي الثورة السورية عرت الصحافة اللبنانية اليوم اللي هي كانت الناس بتشوف حالة فيها وعرت الثقافة اللبنانية لأنه صار في حرية رأي ونحنا اليوم الصحافة بتنقصها مثل ما قلتلك دقة ومصدقية وكما بينقصها جرأة وبنتحمل مسئولية لأنه نحنا نقرر نكون صحفيين مش معناته نحنا موظفين بتنتهي داولنا ساعة انتين بعد الظهر لا أكيد هي مهنة سبعة أيام 24 ساعة رانا بتشكرك كتير رانا نجال صحفي 24 ساعة طبعا نعم حدثتنا مباشرة من بيروت أيضا شكر موصول لسيد زيد مستوى المدير التنفيذي لمعهد مصداقية الصحافة كان معنا من واشنطن وأيضا شكرا لك أحمد عاصي الصحفي طبعا أحمد كان معنا مباشرة من غازي عنتاب شكر موصول لك أستاذ محمد منصور طبعا مدير البرامج في تلفزيون أوريانت بالتأكيد ومدرب أيضا في مركز أوريانت بالتأكيد سنحاول الوقوف على كل هذه الاحتياجات في هذا المركز ونحاول تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للسوق العالمية الشكر أيضا لكم مشاهدين على هذه المتابعة إلى اللقاء كلمة والصوت والصورة إلى المدى الأقصى إلى الأثر الأقصى مركز أوريانت للتدريب يقدم لكم دورات متكاملة في التحرير الصحفي التقديم الإذاعي والتلفزيوني التصوير والإخراج التلفزيوني التواصل الاجتماعي تأسيس وتشغيل منظومة البث التلفزيوني والإذاعي وإدارة المؤسسات الأعلامية مركز أوريانت للتدريب يفتح لك أبواب التخصص للوصول إلى مهنة المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر